متابعيني جميعاً على قناة إنفوتيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد على القناة النهاردة إن شاء الله يكون فيديو مفيد بما إن إحنا بنتعامل مع نمزج الذكاء الاصطناعي المختلفة وبنحاول إحنا نشرحها ونركز عليها في القناة فأهم عامل بيساعدك في الحصول على نتيجة جيدة هو استخدام الأمر المثالي أو استخدام الأمر المناسب ودي أكتر عقبة يمكن بتقف قدامنا هي كتابة الأمر من وجهة نظري تعامل أنظمة الذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية أفضل بكتير جداً من اللغة العربية والنتاج اللي بتحصل عليها لما تستخدم أمر باللغة العربية بحس إنه هو مش زي النتيجة اللي بحصل عليها لما بستخدم الأمر باللغة الإنجليزية علشان كده إحنا ممكن إن إحنا نوظف النمازج اللي باللغة الإنجليزية بشكل عام إن إحنا نحصل على النتيجة باللغة العربية طب الأوامر دي ممكن نجيبها منين؟ موقع هاب سبوت وده اللي جاي يقول لك عليه النهاردة خبر حلو جداً بيقدم لك ألف أمر في الماركتينج وفي البرودكتيفتي وفي البيزنس بشكل عام علشان تقدر تستخدمهم بما يتناسب مع الحاجة اللي انت عايزها أو الحاجة اللي انت بتسعى بالحصول عليها يعني حتلاقي إن الألف أمر دول متقسمين جزء متعلق بالماركتينج جزء متعلق بالماركتينج استراتيجي تعمل استراتيجية تسويئية جزء متعلق بالأس اي او جزء متعلق بزيادة الانتاجية حاجات كتيرة جداً مقدمة من خلال ألف أمر بيقدمهم هاب سبوت من خلال دوكيمنت بيشاركوا مع كل الناس يعني هو مجاني تماماً هحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو والرابط ده مهم جداً لأن انت حتخش عليه وتبتدي ان انت تأكسس وتحط الإيميل بتاعك وتبتدي بعتلك على الإيميل كوبي من الألف أمر اللي حورهم لك دلوقتي يعني انت حتخش على الرابط وبعد كده حتبتدي ان انت تقول أكسس ناو وبعد ما تقول أكسس ناو هو حيقولك فري أكسس على ألف أمر AI Prompts for Marketing and Productivity هو للبيزنس بشكل عام حتدخل الإيميل حتبتدي ان انت تدوس نيكست حيبتدي يبعتلك كوبي على الإيميل بتاعك بمنتهى البساطة حتفتح الإيميل فعلاً حتلاقيهم أنا جربتهم على 2 إيميلز يعني وأنا شايفة ان هم ممتازين جداً جداً ويمكن أنا نزلتهم من فترة بصراحة ولكن النهاردة لما بصيت عليهم قلت لأ لازم أطلع أتكلم عن الألف أمر ده لربما يفيد قطاع كتير جداً من اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتنا طب تعال نبص كده على الألف أمر من خلال ال Document اللي أنا نزلته وتعال نبص فيه موجود إيه ده الملف بعد ما نزلته عبارة عن Word Document بتفتحه على ال Word بتفتحه على Google Sheet ما فيش أي مشكلة وهنا حتبص تلاقيهم أسمه لك كالآتي عندك Marketing Strategy خمسين أمر في الماركتنج Strategy بعض الناس حتقول لي طب أنا حاخد الأمر ده أحطه كده أعمل إيه بمنطقة البساطة هو هنا بيقول لك مثلاً تطور خطة تسويئية وتبتدي أنت تحط ما بين القصين هو تشيل البزنس وتحط البزنس بتاعك بتاع إيه نفترض أنت عندك موقع إلكتروني عندك بيبيع كورسات عندك يوتيوب شانل هنا بتبتدي تكتب البزنس بتاعك أنت عايز الـ Digital Marketing Plan دي لإيه التارجتنج برسونة أنت بتتارجت مين بالزبط مين الشخص اللي أنت بتستهدف به كورساتك مثلاً الناس اللي بتقابلها تحديات في حاجة معينة ايه التحديات اللي بتقابل الناس فأنت من خلالها بتقدم البزنس بتاعك يعني بتحل المشكلة بتاعة الشخص شخص عايز يتعلم دكاء استناعي شخص عايز يتعلم شخص عايز يتعلم شخص عايز يتعلم على سبيل المثال دي التحديات اللي ممكن يقابلها فأنت ممكن أن أنت تكتب التحديات هنا متمثلة في الهدف اللي أنت حتقدمه من خلال الكورسات and highlights our USB الـ USB اللي هو بيسموه unique selling proposition والunique selling proposition المقصود بيها إيه الحاجات اللي بتميزك عن غيرك إيه اللي أنت حتقدمه إيه الميزة التنفسية فهنا حتلاقي في حاجات ثابتة ما بتتغيرش التحديات الـ persona الـ USB الـ business وأي term أو أي مصطلح أنت ما تعرفوش خش بمنطقة البساطة علشان جي بتسأله فهتقدر تعرف هو عبارة عن إيه لكن حتلاقي هو هو في كل الأوامر أنت بتشيل الـ business وتحط الـ business بتاعك اسم الحاجة بتاعتك بتشيل الـ persona وبتحط الـ audience اللي أنت بتستهدفها بتشيل الـ challenges وبتحط إيه الحاجة اللي أنت حتقدمها خدمة تعالج بيها مشكلة بتواجه الناس مثلا أو product الناس محتاجا الـ USB اللي بيميزك عن غيرك وهكذا هنا مثلا ده الماركتينج استراتيجي هتنزل تحت هتلاقي حاجات بعد الخمسين أمر الأولاني هتنزل هتلاقي الـ brand strategy في أيضا خمسين أمر في الـ brand strategy هننزل نلاقي إن فيه الـ copywriting الـ copywriting أي منشئ محتوى حيستفيد بالـ copywriting هنا الجزء اللي أنا استفدت بيه اللي هو create a persuasive call to action CTA for البزنس that encourages بتشجع الـ persona هنا target audience إنه ما ياخدوا الـ action إيه هو الـ action ده طبعا هنشوف الموضوع ده الوقتي مع بعض The CTA should emphasize the unique value proposition of اللي هو الـ USP هو اختصار unique selling point يعني الحاجة اللي هي حيمتاز هنا الحاجة اللي حيحصل عليها العميل لما يعني يعمل الـ call to action أو يشترك مثلا هنا مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي قناة يوتيوب أنا بديك بس على مصال بسيط طبعا في حاجات أكتر من كده كتير ممكن أن أنت تستخدمها حسب الشغل بتاعك حسب البزنس بتاعك حسب التاسك بتاعك ده بالنسبة لي الألف أمر بقى وفي مجالات تانية كتير ممكن أن أنت يعني تطلع عليها لما تنزل الدوكمنت في السوشيال ميديا استراتيجي في حاجات يامة جدا ده بالنسبة لي الألف أمر تعالوا وريك بقى المثال البسيط اللي أنا عملته داخل شات جي بي تي دخلت على شات جي بي تي استخدمت شات جي بي تي فور أو عادي جدا وخدت أمر من هذه الأوامر وابتديت أن أنا قلت له create a persuasive cool to action الأمر اللي أنا وريته لك هنا ايه cool to action الناس تعمل تسبسكرايب فور my youtube channel اللي اسمها كذا اللي بتشجع الناس على كذا ده نوع الناس مثلا اللي بتشجع الناس اللي مهتمة بالAI applications إن هما يغضوا الأكشن ده وهنا الvalue explain how to use AI tools and the apps to increase your productivity زي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في زيادة الانتاجية وهنا هو أعطاه لي بالإنجلش طيب أنا عايزة بالعربي الأول قلت له in Arabic language وحطيت نفس الأمر هنا عطاني البوست مثلا أنا عايزة أستخدمه عايزة الناس تاخد به cool to action ممكن البوست ده أخده أعمل بإعلان على فيسبوك أو حط بوست على فيسبوك أو على community بتاع اليوتيوب وبشكل عام هنا أنا حطيت لي info take for you هنا ده المفترض أنه حيكون اللينك يعني اللي حيضغط هنا حيروح لي اللينك بتاع القناة عشان يعني subscribe وهو ده cool to action ده يعني مثال بسيط جدا حبيت أن أنا أورهولك في حاجات تانية ممكن تستخدمها وزي ما قلت لك أنت بتوظفه على حسب شغلك على حسب الجول بتاع ده محتوى الفيديو بتاع النهاردة وحبيت أن أنا أشاركه معاك ويا رب تكونوا استفدتوا من محتوى الفيديو وأتمنى أنتوا تحملوا document وحتلاقوا الرابط في الوصفة أسفل الفيديو بجد الألف أمر دول حيفيدوكم بشكل كبير أكيد مش كل الألف أمر ولكن أكيد حتستفيدوا من جزء لبأس به من هذه الأوامر في الحصول على نتائج دقيقة أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة info take for you بنحاول نقدم لك كل مفيد وجديد فياريت ما تبخرش علينا باللايك وشير وكومنت لو كنت من متابعينا الأعزاء ولو كنت أول مرة بتشوفنا وحاسس بأنك أنت استفدت من فيديو النهاردة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر